مساء الخيري أو صباحة نلتقي مرة أخرى على محور جديد من محاوري العربية في الشعب العلمية وهذا المحور هو المحور الثالث في حوار الحضارات ويندرج في إطار المبحث الثاني من مباحث العربية وهو شواغل الإنسان العربي المعاصر إذن في المبحث أو المسألة الأولى والقسم الأول كان البحث حول إذن مظاهر من الحضارة العربية الإسلامية قديما ورأينا أن المظهر الأول هو التفكير العلمي والمظهر الثاني هو الفن والأدب هذا اليوم نحن ندخل القسم الثاني والقسم الثاني هو بعنوان شواغل الإنسان العربي المعاصر وفيه محوران المحور الثالث في حوار الحضارات والمحور الرابع في الفكر والفن طبعا هذه المسألة مسألة حوار الحضارات هي طبعا مسألة ربما ليست جديدة عليكم فقد درستموها في سنتكم التاسعة في إطار التثاقف وإذن حوار الثقافات ثم أيضا تدرسونها في الفلسفة في مباحث مثل الخصوصية والكوني ولذلك هذا المحور تتقاطع فيه مجموعة من المعارف يعني شيء منها يأتي من مادة الفلسفة وشيء من العربية وشيء من معارفكم السابقة حتى من التاريخ وانفتاح الحضارات بعضها على بعض لذلك أول ما نبدأ به هو الإشارة إلى أن هذا المصطلح إذن تاريخيا ظهر بعد أن جربت الإنسانية الحروب فقد جرب الإنسان ضد حوار الحضارات وهو صدام الحضارات فالحضارات تصادمت طويلا ولكنها أدركت بعد الحرب العالمية الثانية أن صدام الحضارات طبعا له ثمن مرتفع وضربته إذن مؤلمة جدا للإنسانية وتعرفون أن الحرب العالمية الثانية نجرى عنها دمار عالمي لمدن ودول ودمار في البنية التحتية ودمار في الإنسانية وعدد القتلى فيها عظيم جدا خاصة مع تطور الآلة الحربية ولذلك إذن أخرج الفكر الإنساني فكرة حوار الحضارات بديلا عن صدام الحضارات وطبعا عندما نقول حوار الحضارات بديلا عن صدام الحضارات لابد أن ندرك أن طبعا حوار الحضارات هو الحل الذي ارتأته الإنسانية للخروج من مأزق إذن الحروب وحتى الحروب بعد الحرب العالمية الثانية كانت إذن مجرد مناوشات أو مجرد إذن حروب إقليمية أو حروب باردة كالتي حصلت بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا في إذن النصف الثاني من القرن العشرين نبدأ إذن أولا بمفهوم حوار الحضارات إذن لابد أن ندرك أولا أن الحضارة لا تنتمي إلى أمة دون أخرى فعندما نقول حضارة فإننا ضمنيا نقول أنها إنسانية فهي تراث المشترك بين جميع الشعوب قديمها وحديثها فاعلها ومنفعلها الحضارة أيضا إرث إنساني وهذا الإرث الإنساني حي لماذا؟ لأنه متجدد متحول في نمو لا ينقطع والحضارة قد إذن تستقر عند أمة من الأمم ولكنها إذا تخلفت تلك الأمة أو قعدت عن الإبداع والإنشاء والإنتاج فإن الحضارة تغادرها إذن الحضارة كما نقول في أمثالنا الشعبية كالدنيا مع الوقف بمعنى أن الحضارة لا يمكن أن توجد في إذن أمة قاعدة عن العمل ولذلك ترون أن الحضارة قد غادرت كثير من الأمم للفرسي حضارة ثم غادرتهم وللإغريق حضارة ثم غادرتهم وللعربي حضارة ثم غادرتهم وإذن للغرب حضارة وستغادرهم في يوم ما وقد تأكون الحضارة القادمة في جنوب شرق آسيا وهذه تقريبا جملة من التفاصيل حول حركة الحضارة لذلك يمكن أن نقول أن الحضارة لا تنتمي إلى شخص أو إلى منطقة أو إلى أمة أو إلى شعب وإنما الحضارة هي حضارة الإنسان وإذن تنتقل من مكان إلى مكان لا تستند الحضارة إلى أساس عرقي ولا ترتبط بجنس من الأجناس ولا تنتمي إلى شعب والشعوب على الرغم من أن الحضارة قد تنسب إلى أمة من الأمم أو إلى منطقة جغرافية فنقول الحضارة العربية الحضارة الإغريقية الحضارة الفارسية إذن هذه التسميات ما هي التسميات تعريفية الحقيقة وليست تسميات علمية ولذلك إذن لا يمكن أن تنسب الأمة من الأمم أو إلى منطقة جغرافية من منطق العالم على سبيل التعريف ليس إلا بخلاف الثقافة التي هي رمز للهوية إذن عندما نقول الثقافة العربية فلها مؤشرات ترتبط بالعربي دون غيرهم وتشكل هويتهم ولغتهم وشخصيتهم وتراثهم وتاريخهم ومستقبلهم وحاضرهم ولذلك الثقافة ترتبط بأمة ولكل أمة ثقافتها أما الحضارة فهي ما ينتمي إلى الإنسان وهي تعبير عن الخصوصية التي تتميز بها شعب من الشعوب إذن قلنا الحضارة هي إنسانية الحضارة لا تكون إلا إنسانية وأما الثقافة فتكون محلية الحضارة هي وعاء لثقافات متنوعة إذن قد نجدوا إذن الحضارة فيها كل الثقافات الحضارة الإنسانية فيها جزء من الحضارة العربية وجزء من الحضارة الغريقية وجزء من الحضارة الفارسية وجزء من الحضارة الصينية وجزء من حضارة الهنود الحمر وكل الأممي وكل الشعوب تساهم في إذن الحضارة الإنسانية وتعددت أصولها مشاربها ومصادرها فهم تسجدت وتلاقحت ويقول محمد عزيز الحبابي إذن مثلها كمثل بحر زاخر بالمياه والأمواج وله روافد عديدة تنصب فيه على الدوام إذن الحضارة بحر والثقافات أنهار وهذه الأنهار روافد تصب فيه ترتبط أيضا مفردة الحضارة لغويا بالحضور والتحضر بمعنى أن من يحضر في هذا العالم ويفعل فهو الذي إذن يقود الحضارة ويركبها ويوجهها وأما من غاب فقد غاب إذن اسمه ورسمه وسهمه وقد حاول بعض الباحثين إيجاد روابط بين هذه المفردات فنسمع مثلا إذن هذا القول كل مجتمع يحترم الكرامة ويجسدها في معاملات أفراده هو مجتمع متحذر إذن من علامات التحذر أن يكون حفظ الكرامة الإنسانية وكلما تحققت شروط لوجود الكرامة لدى المواطنين بالتساوي تحذر المجتمع يمكن أن تحدث عن مجتمع متحذر بينما تسوده العبودية ويستعبد فيه الإنسان إنسانا آخرا وإن كانت أشكال العبودية قد تقنعت وخرجت علينا بأشكال جديدة منها المدبرة المنزلية أو مديرة المنزل وهي في الحقيقة إذن تسمية جميلة للعبودية وتبدو العبودية فيها مقنعة بثوب أو قناع جميل ولكنها تشكلت المجتمع الذي لا يملك فيه الإنسان حاجاته إذن لا يملك فيه حريته إذن لا يملك فيه كرمته المجتمع الذي يجوع فيه الإنسان ولا يجد إذن من يعني يقوم به وإذن ينتبه إليه ويساعده إذن المجتمعات المتحذرة هي التي تحتوي جمعيات مجتمع مدني هي التي تحتوي إذن هذه الكيانات التي أهمها خدمة الإنسان وكلما إذن بدأ مجتمع المجتمعات يخدم الإنسان كلما بدأ مجتمع المتحذرة أما في علاقة الحذرة بالحضور فإن الإنسان يحذر ليعمل مع الآخرين لكي يتأنسنا ويأنسنا محيطة إذن الإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا أنس إلى غيره فإذن التعامل مع الآخر هو وجه من وجوه مفهوم الإنسان فالحذرة بهذا المعنى مرتبطة ارتباطا شديدا بالكرامة الإنسانية ومناقضة للبدائية والفردانية فهي حالة على التجمع البشري الإنساني الذي يجعله بن خلدون فطرة في البشر عندما قال الإنسان مدني بطبعه أيضا المصطلح حوار الحضارات يدل على الرغبة في معرفة الآخر المختلف والانفتاح عليه فهو توقن إلى معرفة الآخر وحضارته حسب الدكتور محمد حسين فانطر